مشكلات عديدة تشوب ملف العقارات والأراضي المملوكة للدولة في مدينة الموصل من السلاء عليها إلى بيعها بشكل غير قانوني تتهم فيها جمعيات حكومية تدعمها أحزاب وميليشيات حيث تقوم هذه الجمعيات بتحويل أراضي الدولة إلى أراضي سكنية وبيعها إلى المواطنين ليتضح فيما بعد أن هؤلاء المواطنين كانوا ضحية عملية نصب واحتيال هذه الجمعيات معظمها تدعي بأنها مدعومة من قبل بعض الأحزاب السياسية وخاصة التي تمتلك سلاح وهذه الجمعيات بدأت تهيمن على أراضي محافظة نينة وقضاء الموصل وتبيعها للمواطنين الذين يحتاجون إلى مساكن الباعنات جمعية رحنا على مقر الجمعية مشانو حاطين أعلانينا القطع هذه رحنا على مقر الجمعية شترينا القاع مقدمة دفعنا المقدمة وبشار قصد من جانبها أعلنت مدرية تحقيق نينة وضبط 18 من موظفي جمعية أسكان منتسبي تربية نينة بعد قيامهم بباع أراضي زراعية مملوكة للدولة إلى المواطنين مع ضبط سندات وعقود بيع وشراء للأراضي التي قام المتهمون بتقطيعها وبيعها لقاء مبالغ مالية خلافا للقانون من المؤسب جدا حقيقة أنه بعد 2003 بدأت الجمعيات تتراجع عن تطبيق القانون وخاصة بعد 2017 تتحمل وزارة المالية مسؤولية الأشوائيات التي حصلت تجاوزات على أملاك الدولة تأتي في ظل سيطرة ما توصب بالمكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب والميليشيات كل هذا يظهر حجم تعقيدات هذا الملف والصعوبات التي يمكن أن تواجه أصحاب العقارات من المواطنين في الموصل بإثبات حقوقهم بعد بذلهم الغالي والنفيس في امتلاك هذه الأراضي